أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على الالتزام بكافة ضوابط ومعايير الجودة التي يتطلبها اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمدن القناة الثلاثة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وخلال لقاء مع وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أوضح الفريق أسامة ربيع أن الهيئة انتهت من اعتماد مستشفياتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية بمحافظتي بور سعيد والإسماعيلية لافتا إلى أنه من المقرر تسجيل مستشفى الهيئة بالسويس خلال المرحلة القادمة من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أحمد طاها إن هيئة قناة السويس قدمت نموذجا رائدا في الالتزام بمتطلبات التسجيل ومعايير الجودة بخدمات المنشآت الصحية المسجلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل ترجمة نانسي قنقر